حسان حسيح الشيخ اي عيض لي أشي واحد وقال اي شه نقول ليك باس يحسلكتاني الليه دي اقول لك اللي انا كنت احتاره وانا انا تفاجأت انا شي وقال لي يا هجم علي والذي كنت العاصيد غنديلو شي حواني مع عاصيد وهجمني وقل لي يا انا اسبق لي اديتو وردتو وقديمو وعنني انا يعني قل في عبارة لا تليقو به ولا تليقو بالمسلم لانه قال لهات الشخص هذا موقفتش معه في الحبس وعليش موقفتش معه في الحبس لانه خبيت ودار لي اياه ودار لي اياه انا بعدها والله من كذب عليك قلت لذك الشخص من عليطلي والله ما عندي شي معلومة قلت له سيفت لي نشوف هالتدوينة شفتها فقصودي مش ناقاش هو كان كبير في عيني يعني ما ناقاش اللي بان بانه وجبتش حاجة عنده داخلية فحصل كتاني رغم انهو والله العظيم وهدي كنقول لك بصدق لو ما لكن ما كان بقوش نهضره لا لا اصلا بخصت واحد خري يهضر عليك ما نتزكيش نفسك انا كنت في الحبس وتلاقيش واحد كان معه في سلاجوش كان معاه وقال لي يا حميد اشياء اللي حسلك تاني والله العفع والله يمنش بدعليه لانه مش اخلاقي مش اخلاقي وممكن ذك الشيخص الاخر يكون كذب علي فماشي نجاوبه لا 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 ما تسمح لي ما نقدرش لانهو ما عارش ذك الشي لا كان مش صحيح وتاني انا مخصني يجاوب هو فأنا بغيت غير نقول لك فكرة لو كنت انا خبيت كي ما قال دابا نجاوبه قال فلان وفلان وصير المحكامة وكذا مش اتصور منا بلوحد المعلمة اللي معاني لانه داك الشيخص راه قاله وزيدون ولكن ابغيت خانع تيك صورة هدا مش في المستوى سي حسلك تاني دابا نعلم لنقشك مكيهمنيش كحسان كشخص داك الشخص من حقه ويعبه لرأيه انا دائما اترك انت تنقامن بحرية التفكير وحرية التعبير غيرك نقول انسان يكون اللغته ووريني انا في تاريخ موقع بديل واش متلا شي كلمة نابية ولا كلمة انقدر نقوله على مسؤول عمومي انقدر نقولك انا مجريم سياسي وهدا وصف اللي هو سالي من ناحية السياسية عنقولك مثلا من حقي عنقولك الرميد مثلا مجريم سياسي راشقار مجريم سياسي نقولك مثلا انا العنصر مجريم سياسي اولا إلياس عماري مجريم سياسي سياسي انا ما كانت عرضوش كشخص بحكم وفاعل سياسي كالاجرام من ناحية السياسية مخالفة القانون التنظيمي اكسر طرف الناس ولكن ما نجيش انا نقلقش لك انا نقولك انا حشك بعض العبارات اك مؤلم فالإسلام الإسلام عنده واحد العنوان هو أنه الإنسان خصي يكون أنا البارح قلته في واحد الفيديو ولو كنت فضا غليدا القلبي لنفضه من حولك هذا الله يخاطب الرسول فالرسول ليس صلى الله عليه وسلم واش يقدر يقول يقول مثل المسلم خوه انت خبيج انت حمار انت كلب حاشة صحب حاشة صحب حاشة حاشة قل له واش كنتعرف العلم قل له كان عارف نزيد فيه ولا قل له اموالي الموتى صبره والعزاية كفره ولكن قل له بعض المرة شي واحد مالكي كتار من المالك تعرفت كليك يزيد مرة كي يطلع لك فهمتير في كلاما راه بعض المرات كش نقول هنا في القوضات نميل في القاضي نقول يا ريت يحكم علي يا قاضي تلقى التعليمات يا ريت ولا يحكم علي يا قاضي ما تلقىش تعليمات الشي القاضي لا تلقى التعليمات هيقول لك أعطيه واحد عام أعطيه ذاك لي ما تلقىش تعليمات وكيكون في بعض المواصفات هيقول خواف ولا ولا يبغي تقرب ولا عنده ذاك الفكار هو عام أعطيك خمسة ولا أعطيك ثلاثة ولا ربعة تصور أنا كنقول أنا في الميرفاتح السياسية الشي حكم علي يا قاضي تلقى التعليم نفضلو على ذاك القاضي حيث الميرفاتح نحنا ما يبشيوش عنده بش ما غيرش ندخل في التفاصيل وغير يفتحوا واحد فبهذا المنطيق أعطينا واحد للباشرة لي كيزيد في العلم بش يكون كتار منه فالمسلم المسلم الحقيقي هو من سلم الناسه من لسانه ومن يديه المسلم عالشني كلمة سلمة خص تسلم مليك تولي تسب الناس الخبيج الحمار حشك رد المصطلحات الكلب طبعا ما فهمت شانا عش نقيمت دينك إذا الإسلام ما رباش سلوكك عالش جي الإسلام باش يهدب سلوكنا باش انتعيشه باش ما يقتلش باش ما يضرش فالمتا من ليك تكون ربعطاش القارن وانت عندك اللحية كبيرة محترامي وشيخ وشيخة صحبي قدوة يلاقلت انت الخبيج عفو لا تتسب تلقى واعد كيف هيكون لغتهم عيدخلوا شو يدربوا بالسيف تانيا لقلت خبيج عنف هذا رمزي بمعنى في واحد دولة اللي نهارت ملقاش عندنا البوليس والأمن والقاد رغى يجي يدخل عليها الدار هنا ويدبحني ملقاش للعنف الرمزي هو مقدمة للعنف المادي العنف الرمزي المعناوي اللي يسبك رعا ما لقالك جيد باش يقتلك تصور تريب الدولة الله يحفظ كتب السلامة الله حتيدخلو لك للدار هنا اللي يختلف معك يدبحك مدقول شوك رصات الشيخة سبنادمي يكون كين ناس كي عبروا ما معنى انت شيخة صحبي قاري كتقول أمها تلكتب وكتصور وراك مكتابة وادو كتوبة كاملة اللي وراك كتصور بيمون لحيا إلا ما عارشيش تتدار مع أخوك المسلم بآدب وخنكون غالط وخنغلط فيه أنا ما زال ما غلطش فيه هنقولك جادة لانفرات تغلط فيه يوا ربيني يا صاحبي بس حميد حشو ما عليك ديك هذا اللي دارتي ودك تسولوك عن أبو هريرة عن أبو عمرو بن كادا عن فولان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمرو الخطاب وقال وعن وعن قل يعني يا صاحبي بالأحاديث النبابية والواقع ما قلش يقولك حينما عجز العقل تنطق العضلات خلال الإنسان ملي ما كيقاتش العقل تتبروك هذي طبيعة بشي ملي كي تولي العاطفة العاطفة العنف ذاك المكنون تيكون مخزون عند الباشا قصب لدي ما يكون سامح ناقش مع الإنسان فهو وحد الوقت أنا رجع على الواقع صور معك ومش يأوقع فيما عدد من الناس دلت معه حوار في موقع لكم مليك تخدم في موقع لكم بجبونس 2013 والله يشهد وهو كان تحداه خرج عنوان خرج المادة حيط اللي كان يصير مهداوي عارف الظروف ديالي وكذا حيط لي ديك المادة را ما شي هو عدد من الزعبات كان دير معه حوار اللي كان جبت شي مواد قال قرصي أفلان حيط لي ديك المادة وسمح لي أنا صحافي كان قلب على السرق الصحافي كان قلب على المادة كان المعلومة أخصنتها الرأي العام لأي شبت منك شي حاجة را ما قلنا نخلط الرأي العام عيب عليك إلا زد عليك العيب عليك إلا تتعفقت مثلا أنويك مثلا تتعفقت أنويك حميد قلت لي شي هادرا هاد الهادرا هذه ما تخرش أتعلم تقدر تكون بعد بارتي يكون نقاش حميمي ولو كذا ولو أنه فيها نقاش هادية طنسيو قدون قولوا ما منك أنش على الكاميرا شعلت سؤال جواب وديت المونتاج ومون وجيت وتدخلت أنا لموقع وشتين تلمات داخل حيط لي ديك المادة آآ صدمتك مع الجيهات ولا صدمتك مع القواعد بيينت لك عيبك واللي يدب أنا خبيش هذا هو الخبش مفهوم الخبش كندير أخذ متي نضيفها ولا حق هذا باش تقع أنت مخزون تبا نقدم الرأي العام زوين وغزان مليك كان حييد لك الباش وكان حييد لك القيطون وكان وليك حقيقة كالرأي العام قسلت لك مصالحك إذن أنا خبيش كان عليه يقول هاش دار معي المهداوي ماشي وا دار معي وتخلي تتناوي شوف ما نقولك العبارة اللي قال هو إذن شكل لي ماشي مزيئ لا عارفك أنت صادق قول المهداوي دار معي هادي والتاريخ وعطي الناس لواقعة بتفاصيلها هذا هو الصدق هم ما تخليها كل اللبوس والغمض تقول لي زوين أنا ولا هو إذن خسنا الناس وماشي هو أنا خرجت من واحد جريبة صحفية ما غانش بدهاش حقاش كنيش مع هامو الخبز حقاش كنت جمعني معهم علاقات عدد من التجارب ما غانش بدك تشكون حقاش ماشي من أخلاقين بدأ واحد الوقت كتخدم مع الناس ومالي خرجت عادن بدأ نش بدت سؤهم لا ولكن عطيك عالفكرة قدرت حوار مع واحد المسؤول كبير في الدولة وزير عدل جبت منه ثلاثة صفحات تصور الرأي العام غير عطي رائع دكش أنا عمو استخدم في جريدة دكسيك مش ينا المودي ما اندخلت عادل المسؤول شت السيلو حمرو بدك يحيد لي عيط له والآخر مع صاحبه لأن دك الحوار كل نزل دبحت له كالمؤتمر بقيله عشية ربعية ملستية وجبت حقائقها كصحافي قلبت عليها خطيرة جدا على ذاك المسؤول عريت عليها للرأي العام النط المدير بقى عراقة طاق طاق يضرب خلي ليه صفحونس خلي ليه صفحونس والله شاهد خلي ليه صفحونس ويطلبه ويقول لي وحد شوفه والله العادي بدك المسؤول من تقرى شي سؤال ديني تخبيت كيضرب لورا السيلو كيضرب السيلو حمر كيضرب أسئلة ولكن واحد صاحبه وعنده بيبعلا داخل قليته تاسهلا وشوف أخلاقي كان ممكن نسمح له في الجريدة دي كسيك ونشي بحالاتي أنا لكتشاهد الجريدة وغيقول البوكلاش الجريدة مغدوش والله شاهد على ما أقول صارت عليها الليل كام أعطيته جريدته كاملا صافي قد صفحونس حتى هو جريدته قلت له هكذا جريدك صافي ولكن غي خرجت الجريدة جيت عنده للمكتب أستاذ سمح لي غادي لساحب بهدو ضربوا الضو لا سمح لي فكي ما قلت لك حنا كنا نقشو الفكر بسنفة عامة أنه هو قال واحد تدوينه هات الشخص هدا كيقول أنا علاش موقفتش مع المهداوي في الحبس وموقفتش مع المهداوي في الحبس لأن المهداوي ده لي وده لي وده لي ده باب الله عليك هل هذا مبدأ ده باكون معايا هات الشي رخصتوها صعبة وخوه لا يستحق التعليق وهذا الرد وهذا الوقت اللي عطينا مشي ما يستحقش لحقاش بمنطق لكي ما كنتش خيب بعض المرة تجاوب عتقاد تدخل في متاهات وعتقى مقابل الجواب على عباد الله وغيبان بعض المرة كي يقول لك معا نقولكش ديك الآية دي الوعية دعني الجاهلين حشوما أنا ما نوصفوش بهذا العبارة ولكن كنتلقاه بعض المرة رسك داخل في شي نقاشات تبا أنا ما وقفتش معاه وش أنا محتاج لو يقف معايا في الحبس وش أنا عمري وقف طلبتش وعدي ووقف معايا أنا المحامور ما دلتش محامينه يعني يقولتها رئيس ماشي معناها رفض لا أنا صاحفي كندفع على البلاد والمصالح من اللي انطرح في الحبس ولا في المحتمال اللي وقف ودافع ما رحباه أنا موقفش مدفس مع عمرتي على البلاد ولا على الحضانة الوليدات أنا وقف صعبي على قضايا الشعب اللي يجي وقف فرابا كنتك نقول للمحامون وش أنا عمري المحامين غني وقلوا يجينوا بعليا ما كينوا بش على حاميد المداوي المواطنين كينوا بعلى الصحفي رام فروض أنا منطرح في الحبس خلتوا وقف معايا في درية الناشيرين والنقامة الوطنية الصحافة والبرلامان قاع المؤسسة الدين الدولة الصحافة شاشون جوغناليست أنا اليوم كان قلت في تعاليق مع عاصل ووقفنا معاك وقل نقلوا واش تمنع لي واش بن نكلمنه الوقف ما بقايش وقف معاك ما بقايش نوقف معا فلان اللي وقفنا معاك وحط حبيرا ما غير شبنا يبقى ينقش في هالطاريخ رعيبا صعبي حشوبا وقفتي مع راسك ووقفتي مع التاريخ ووقفتي مع الحياة البن ووقفنا معاك وحط النار نبقى نجمل ونجبد عليك وامقايش نوقف معاك وحنا لابغيت ندخل مع الناس في النقاش دابال اللي قال هو موقع هاد حسال لك التاني ولا قلش نيل وقفة رعيبا ما بغيش نفتح الباب بش ما نصدمش الناس وقلعي بنيتن بصعبيرا قلت لك كائن حاجة فيولوجيا خصوه يأكل خصو الحبس خصو الكونتيلة خصوك الحلاقة تحسن فوجك في الحبس خصوك الحليب تشروف الصباح بحل السوجانة خصوك الزيت البلدية خصوك آي تشاي تعمر برات في الصبح وانت كاتب تدوينا واشو تدوينا عندي رفل برات الصبح كيش يوقف عندي ذاك البلانتو وكيقولي المهداوي شعات تشاي أكل في الصبح شعات طيب خصوك نعطيها آي شاي وعطيها السكوار لاشي تشاي نقول لك هاد نقاش عدوقني لاشي تنتحاسباناش وقفتش معايش كشي قلت عطيني في الشهر تدوينا وقفتش معايش لابل كتشاني لوقف معايش يعطيني زعماب واش حينقص لي من ذاك العقوبة عقوبة فيها فيها وخي وقف معايا الكون بأسري وانا معمري اذا هاد نقاش وما وقفناش معاك زعمابا وقفتي معايا كتعان خرج لوقفتي معايا زعمابا خلاص طريطات دي الدار واش حتى تهربة وانا معمري ما مديش يديش واحد ولا قدشي واحد وقف معا اللي وقف وقف معاها راسه هلا وقفنا معاك والصفحة وما وقفناش معاك درت يحوار مع عاصيد وعاصيد درت معاها أنا أول حلقة عاصيد رابح حلقة كندير معا درت معا حوار في في المعهد دي التقافة ودرت معا حوار في المقر دي الهيئة الوطنية معاستي طريق السبعي الله يرحمه ودرت معا حوار في الدار ديالي وده رابح حوار رابع وش الجديد ديوم درت حوار مع عاصيد وبعرفوا لي الليس اش قلت العاصيد وش نول فكلي قلت ونائد هو الكتاني وهذا الخبيج هذا مش الفكر ديال القتلى صاحبين وبدأوا 10 سنين ديال الحبس وماخداش العبرة ماستافدش يا صاحبين ماستافدش يا صاحبين ماستافدش بقي عنده وده الفكر ديال بعت المرات يا صاحبين ماستافدشش 9 سنين ديال الحبس وبقي بنادم وعيوها كالقتل القتلى ده القتل رمزي هذا الخبيج وإن الديوتي على الاخر تاني كان يقول لا واحد العبارات رأينا رأخل عني هاد الوعي اللي كينا صح رأينا واحد الوعي مرعب عندك أصحاب لكي شي سهل أخويا ماشي كك تاني راك هنا واحد الناس والحمد لله كاين المغاربة كاين المغاربة يا أخي هنا غير رجع معك النقاش اللي بدينا قويلة واللي مهم هو دي الصفحات الجماعية بهذا المجسم خس اليوم هذي الصفحات قدرت تطيح المجسم صرف نضر النقاش خور واش ضع الفن لما ضعش ولكن كان نضع على تأثير وسلطة السلطة الخامسة في أن أولاد تغير وتأثر في التوقيت صفحات الجماعية والمغاربة غير حاجة وحدة ينتابهون هذي الاختراقات دي الفكر المتطرف ما يختارقش صفحات الجماعية دي الصفحات مهمة والمغاربة كي العبودة والكبير وأحمد لله أغربية الناس متنورين ولكمني ينتابهون الاختراقات كل بعض الاختراقات ويوجهو ودي هذا باش نختم معك هذا المحور هذا أنا والله ما عندي منوش حاجة والله شهيد على ما أقول ويجي عندي نعطيه وجهة نظر ونشر له في الموقع له ولا غيره حتى هو ذوي السع سنين دي الحفز والله يحسن العون بصرف نظر وش مضلوم ولا ماشي مضلوم غير ذوي السع سنين ره يعز عليها أنا ماشي شي واحد بندم نا غير أكا نقوله كمسلم المسلم من سليم الناس بلساني نقول فييا ما بغيت أنا عباشر ماشي مالك فتعرضوا قعنا غلط وجهة دينهم بالتي أحسن ودعو إلى سبيلي ربك بالحكمة والموعدة الحسنة يك هو تقول السلام فيه ولكتوبة وراء وده وقع الله عز وجل ودعو بالسبيلي وش الحكمة يتقوله الخبيج الديوتي المجريم يجب وقتله راكي نبوشكي في الخيطابة أستاذ رايش شيره مرعب رايش بلاد بخصوية حسن لسانك باش الناس يقتنعوا بفكرك وش بلاد ما شافك تقوله الخبيج والمجريم شكوها يدخل عندك المشروع الإسلام كان بينه بأن الإسلام بأنه دين دي القتل ودين العنف وما كان قدمه سوء واسيب بيا الإسلام أخوتي